لأنني باعتقادي كان رسالة يريدون يوقفون حيدر من النموذج الذي يقدمه من 2019 في التواجد بين الناس أحد القيادات السياسية تصل بيه يتحمد السلامة فقد يقول لي ما شاء الله يعني أبو جعفر شنو هاي الشعبية شنو هذا التعاطف اللي صار من قبل المجتمع وفود بدأت تجيني من محافظات مو فقط من مناطق غرب بغداد اللي هي أعمل بيها قلت لي صدقني ماكو شي زايد يعني مسوي لكن مشكلة الأغلب العام من القوى السياسية تكبر على الناس آني أكبر بالناس وليس أتكبر على الناس عايش بين الناس هاي اللي خل هذا التعاطف الشعبي وهي فرصة يعني أستاذ لي فعلا أنا ما أعرف ما أقدر أذكر اسم أحد يعني ألمان أرد أذكر شيوخ الجوامع اللي يرأ اسم شيخ عدن العاني أرد أذكر الأكاديميين اللي يتقدهم الأستاذ الجميلي أرد أذكر طبقات الشباب شيوخ العشائر على مختلف تنوعها أجرينا المستشفى في العملية في مستشفى الملكي في حي الجامعة جزاهم الله خير جميع الدكاترة في هذه المستشفى يعني قاموا بالواجب أكثر مو المستشفى انسدت شارع الجامعة كله رغم أنه العملية بـ 12 بالليل نسد بشكل كامل فحقيقة اللي يعتقد أنه يقدر يبعد حيدر عن الشارع الرسالة اللي وصلوها أبناء الشعب العراقي كانت أبلغ بكثير من محاولة الاختيال ولذلك شفت أنه مسؤولية أنه أطلع من غرفة العمليات أنزل إلى الشارع أباشر عملي كما أهدوني الناس صارت مسؤولية مضاعفة قلتها آني بالبث المباشر لا رح أقبل وساطة ولا رح أمتنع عن مكاشفة أبناء الشعب العراقي على من يقف وراء هذا الاعتداء ترجمة نانسي قنقر